بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في قناتكم كشكو البسمة وإن شاء الله اليوم صبعيا رح نعمل هالغزاء يلي تم طلبها كتير على صفحة كشكو البسمة طبعا هي تريكو الغرزة هي مو صعبة من حيث الشغل صباعي ما فيها تكنيك صعب ولكن بده حفظ كتير يعني لازم يكون قدامك بترون لأنه تعداد الغرزات عنا بيختلف في كل سطر هي عبارة عن ضفيرة يعني أساسها هو الضفيرة كما عن الضفيرة بكل طرف تكون متجهة إلى جهة لما منوصل لنصف المسافة هذا اللي بخليكم تتلخبطوا يعني بعد الوصول لهذه المنطقة بدنا نصير نقلب الضفيرة اللي كنا نعملها بجهة اليسار بده تصير باليمين بده تصير باليسار هذا اللي بس اللي لازم تاخدوا بعكم منه هاي واحدة الشغلة التانية كمان اللي هو غرزة الأرز اللي بيسموها الأرز اللي هي بدك تطري تاكسي كل سطرين يعني بدك تفتكري إنك تاكسي الغرزة هي غرزة عدلة وغرزة مقلوبة بناخدها سطر رايح سطر جاي السطر اللي بعده في الثالث بده يقلب المقلوبة بتصير عدلة والعدلة بتصير مقلوبة يعني ده أهم تكنيك فيها الآن الغرزة دي ممكن نعملها لمرة واحدة يعني ضمن البلوفر في الوسط فلذلك كل اللي بهمنا إنه نحنا نوسط العدد اللي في النص هلأ منشوف شو هو العدد اللي مفروض يكون فيه وسط البلوفر تمام اللي حتى نحنا نطلع ببقية التشكيل لذلك أنا ما رحقول مضاعفات ولكن العيني أنا هون عملت على 31 غرزة لأنه رح تختلف حسب ما تكونوا حاطين المسبة البلوفر هاي وش الغرزة الصبايا وهي تكرارها وهي المقلوب حتى مقلوبة حلو ومرتها أهو الصبايا تستهلك 31 سطر لحتى ينتهي معنى التشكيل ثم بعدين نبتدي بالتكرار من رقم 1 إلى 31 تفاصيلها بعد قليل هيا بنا أنا البترون الصبايا لقطته بلقطة شاشة من أحد الفيديوهات الأجنبية وقدرت بعدين حولوا لكلام مكتوب يعني أنا حتى أشتغل غرزة شوفوا عندي صفحة كاملة أهو مكتوبة بصوا الغرزة يعني ترجمتها إلى رموز قدر أنا أشتغل عليها إن شاء الله البترون بحطه لكم ضمن الفيديو اللي حتى تاخدو له لقطة شاشة رح نبتدي الآن سوايا بالسطر الأول أنا عاملة 31 غرزة لأجل النموذج وعملة 2 حافة إذن هدول الاثنين رح يكونوا خارج الحسبة رح أسحب أول غرزة وما لعلاقة ببقية التشكيل رح نبتدي الآن في عندي 7 غرزات غرزة عدلة غرزة مقلوبة رح تبتدي فيها بالعدلة واحد مقلوبة صاروا اثنين عدلة صاروا ثلاثة مقلوبة صاروا أربعة عدلة خمسة حتى نسهل عليكم الحفظ مقلوبة ستة عدلة صاروا سبعة طبعا انت لو عم تشتغلي بلوفر فإذا هون ما نكملتزم بالعدد لأن بس بهمنا كتير العدد مشان نتناقص لأن ممكن تعملي كل البلوفر يكون حبة العدسة ولكن لما تجي للتشكيل دائما التنقيس والزيادة من هون هذا اللي بديك تاخدي بالك منه إذا انتهينا من السبعة دول سبايا الآن في عندي ثلاثة مقلوب هدول من أصل الشغل مهمين جدا واحد اثنين ثلاثة مقلوب الآن عندي حداشر عدلين دول اللازم يتوسطوا عندك البلوفر إذا لما تجي تعملي بلوفر تقسمي الأول شي بتشيلي الحداشر اللي نحطهم في الوسط وبعدين بتقسمي بقيت عدد الغرز اللي عندي إذا عندي الآن حداشر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانيا تسعة عشرة حداشر ثاني من قول الحداشر غرزة دول العدلين هنا اللي بيكونوا بوسط البلوفر الآن بدي أعمل الطرف الثاني تناظر مثل الطرف الأول الآن عندي ثلاثة مقلوب قبلها فإذا ثلاثة مقلوب بعدها سهل إنك لما تحفظي الطرف الأول إنك تنفذي الطرف الثاني هذه ثلاثة مقلوبين ثم بعدين مننكرر السبعة واحدة عدلة واحدة مقلوبة هي خيطي للخلف ورح نشتغل واحد عدلة اتنين مقلوبة ثلاثة عدلة أربعة مقلوبة خمسة عدلة ستة مقلوبة سبعة عدلة هيك انتهوا السبعة برجعوا بقول صبايا السبعة دول أنت مش مكترة غير إنك تنتبهي للتشكيل اللي شغالين على إنه ممكن يكون بقيت بلوفر كله من هذا النوع كله تشتغلي عبارة عن غرزة الأرض أنا عندي واحدة حافة رح اشتغلها مقلوبة انتهى معنا السطر الأول السطر الثاني صبايا رح يكون فيه العدلة عدلة والمقلوبة مقلوبة بس كتير بدون انتباه وتركيز لأنه كل سطر بتغير معكم هلا السبعة هدولي رح نقلبهم بالسطر القادم رح يظلوا مثل ما هني لأن غرزة الأرض بتتغير كل سطرين بينما حبة العدس بتتغير كل سطر إذن أنا عندي غرزة حافة رح أديه من هناه عندي سبع غرزات هون رح اشتغلهم مثل ما هني يعني هون طلعت عندي مقلوبة اشتغل مقلوبة ادي واحد ثم عدلة اثنين مقلوبة تلاتة عدلة اربعة مقلوبة ادي خمسة عدلة ادي ستة مقلوبة ادي سبعة انا ما رح اشتغل معكم المقلوب دائما بس لحتى تنتبهوا الصبايا الان في عندي هون كنت مشتغلة تلاتة مقلوبة هنين تلاتة عدلين في الوش دا رح نشتغل واحد اتنين تلاتة ثم اشتغلت هون حداشر الرئيسيات الحداشر عدلين صاروا عندي حداشر مقلوبين في ستر المقلوب اذا بس خدوا بالكون تصبايا انه ستر المقلوب ما نثابت وانما بيختلف حسب ما نحنا شو اشتغلنا بالستر العدلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة امانة تسعة عشرة ادي احداشر مرة تانية نذكر انه هنين غرزات الوسط اول بدأ تتفرح منهم الضفير ثم اللي كانوا تلاتة مقلوبين هنين الان تلاتة عدلين واحد اتنين تلاتة ثم بعدين الغرزات السبعة لنا حسب ما هنين عندي اول كيل مقلوبة ثم عدلة لحظوا انه لما عم بيشتغل الجزء بتاع غرزة الاروز عم بيقلب فيها الغرزة العدلة وباخدها من الخلف حتى يطلع شكل احلى هك انتهو عندي هاي غرزة حافق اذا هاي اخر مرة سبايا رح ناخد وقتنا بسطر المقلوب بس حبيت نبهكم لهذا الموضوع الان الى السطر رقم تلاتة وهو سطر فردي معناها بده يختلف فيه الشغل غرزة الحافق كان عندي انا هون بتذكرين باول سطر اشتغلنا سبعة عدلة ومقلوبة هلأ بدنينقص وبدن نصيره ستة فبدننشغل ستة منهم فقط بهذا التشكيل سبايا واول واحدة كانت عدلة فانا الان بدي اعكسها واشتغلها مقلوبة واحد ادي عدلة صارت مقلوبة اثنين عدلة ثلاثة مقلوبة اربعة عدلة خمسة مقلوبة ستة عدلة سطر السابق كانوا سبعة هلأ شغلنا ستة لان بدي اعمل ميلان اللي بعد الان ثلاثة مقلوب ما بهمني هون شو شكل الغرزة اللي اتطلعوا عليه ابدا سبايا لذلك قلتلكم لازم يكون في قدامكم بيترون مصور او مكتوب لانه مهم شو نوع غرزة حتى ما تلخبطوا الآن خيطي الى الامام بدي اشتغل ثلاثة مقلوبة واحد اثنين ثلاثة ثلاثة مقلوبة اللي كانوا بالسطر السابق ما اجوا فوق بعضن سبايا واحدة منهم اخذت العدلة اللي قابلة والمقلوبة الاخيرة ايضلت ضمن الشغل لانه كله رح يختلي رح كرير سبايا انه انا غير غرزة الحافة عندي ستة عدلة مقلوبة عكس فيهن العدلة والمقلوبة الاساسية ثم اشتغلنا ثلاثة مقلوب نحن الان في سطر رقام ثلاثة هلأ بدنا نحتاج عنا السنارة او العنصور او المساعد لان في عنا ضفيرة ثلاثة مقلوب خيطي للخلف عندي اثنين عدلة واحد اذا حبيتي تكتبي واحد اثنين ثلاثة مقلوب اثنين عدلة الآن في عندي اربع غرزات صبايا هنا اللي بدي اشتغلهم ضفيرة الضفيرة هاي بهذا جزء كتير من يحن دهو رح يكونوا اثنين الاولانين هنا اربع فقط رح اضفرهم اثنين رح يكونوا للامام ادي واحد ادي اثنين اهو نزلتهم على قبرة الكروشي وشبكتهم ورح اشتغل الاثنين اللي بقيوا واحد اثنين رجع الاثنين اللي نزلناهم اثنين اثنين اذا نهي هي الضفيرة يلي بدناها فيما بعد يكون عنا سطر اوسط هاي اثنين اللي نزلناهم صارو اربع حلو الكلام الان عندي واحدة عدلة اذا ما بمهمني غرزة الارز بهمني ان فيه ثلاثة مقلوب ثم اثنين عدلة ثم ضفرنا اربع غرزات التنتين منهم جبناهم للامام ثم بعدها واحدة عدلة الان طرف التاني من الضفيرة صبايا كمان بدي اخد تنتين الاولانين بس بدي اخدهم للخلف هاي واحد اثنين بالذكر للخلف بالشبكة ابرتي اهو من الخلف اهو صبايا اذا حاب تستعيني بحقت شغلة الضفيرة الصغيرة دي كمان سهل ورح اشتغل واحد اثنين رجع الان الغرزتين اللي انا علقتن على الابر الاضافي واحد اثنين 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 ونشتغلهم زي اي ضفيرة الآن بعضهم في عدلين اثنين عدلين واحد اثنين ثم ثلاثة مقلوب واحد اثنين ثلاثة ا اخر ستة اخر غرزة هي رقم ستة الان دي عنديادي غرزت ha سطر رقم 3 رجعت لكم للنموذج الأساس صبايا ليش عم نكون هذا دائما بده يبتدي فيه بتناقص شوفوا حتى وين ينتهي معنا غرزات المقلوب اللي هنا ثلاثة قبل وثلاثة بعد هنا ثابتين ولكن بغيروا مكانهم يعني كل مرة بياكلوا من هذا الطرف لدرجة انه بالنهاية بيضل عنا غرزات مقلوب فقط او ثم بعدين نقوم بعملية عكسية الآن سطر 4 ما رح ااخد وقتكم فيه بس كتير بتنتبهوا صبايا انكم تشتغلوا العدلة عدلة والمقلوبة مقلوبة وطبعا منطقة الضخيرة رح تكون كلها مقلوبة اذا انهينا سطر المقلوب صبايا لو سطر الرابع قلنا فيه حسب شكل غرزة بنشتغل الآن الى سطر رقم 5 وهو سطر الفردي رح نبتدي احنا هون كان عندي 6 اشتغلتوا عدلة ومقلوبة الآن رح ينقصوا واحدة رح يصيروا خمسة غرزة الحافة الآن بدي اقلوب الغرزة عندي هون مقلوب فإذا بدي اشتغلها عدلة ادي واحد خيطي للأمام مقلوبة اثنين للخلف عدلة ثلاثة للأمام أربعة للخلف عدلة خمسة انتهينا من المنطقة اللي فيه غرزة الردس الآن عندي ثلاثة مقلوب فإذا بلف للأمام وثلاثة مقلوب ثلاثة حسب يلا إذا سبعة عدلين صبايا الآن عندي وحدة مقلوب خيطي كان للخلف جبته للأمام وحدة مقلوب دي رح تكون في المركز في الوسط خيطنا للخلف ومنكرر السبعة عدلين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذا نوسط شغل نهلق شو صار فيه؟ صار فيه بالنص أو بالمركز واحدة مقلوبة سبعة عدلين قبلها سبعة عدلين بعدها السبعة عدلين اللي قبلها قبلهم ثلاثة مقلوب وهدول كمان بدي يكون وراهون ثلاثة مقلوب خيطي للأمام واحد اثنين ثلاثة بقي عندي الخمس غرزات اللي بالأخير اللي رح نعملهم غزة الرز خيطي للخلف هون مقلوبة معناها بدي يشتغلها عدلين اللي أنا عم بقلوب واحد اثنين ثلاثة أربعة وهذه الغرزين خمسة انتهت عدلة غرزة الحافة عنديها مقلوبة انهي ننصط الرقم خمسة الصبايا وراح اعيده مرة تانية مشان ازعم تكتبي عندي خمس غرزات طبعا الحافة ما رح نحط عندي خمس غرزات متبدلة او اكتبي خمسة غرزة الارز ثم ثلاثة مقلوبين ثم سبعة عدلة واحدة مقلوب في الوسط سبعة عدلة ثلاثة مقلوب خمسة متغيرين هنا غرزة الارز ثم عندي غرزة الحافة كذكرتك قصة الرقم خمسة قصة الرقم ستة رح يكون فيه العدلة عدلة والمقلوبة مقلوبة ولذلك ما رح ااخد وقتك فيه اول كان عندي غرزة الحافة لا تنسي تفكر انك لازم تبدلي لا ما لازم تبدلي هون المقلوبة بدك تشتغليها مقلوبة بس حبيت ذكريك والعدلة رح تشتغليها عدلة ثم بعدين تجي هون شوفوا اللي احنا اشتغلناهم المقلوب صاروا بعينين ما بقى يتوهوا مننا هون عندي عدلين هذي مسافة في الوسط مقلوبة لا تنسوا بوسط المقلوب هون في واحدة عدلة لان شغلنا واحدة مقلوب لك وقاهم ليش عاملكون خدوا بالكن كتير بسطر المقلوب اللي اشتغلناها مقلوبة شوفوا مستخبية ازاي عاملة عدلة هنا وبعدين بتكملي حتى اخر السطر رقم ستة الان الى السطر رقم سبعة بس باي بادي الف تنظور كل شغلة انه شغلة سهلة كتير رح تلاقوا في عندي الضفيرة سطر ضفيرة و سطر عدلين سطر ضفيرة و سطر عدلين اذا معنا هيك بيكون كل اربع سطور لحتى انه قوم بعملية الضفير السطر السابق ما اشتغلنا فيه ضفيرة فاذا اكيد هذا السطر فيه ضفيرة رح نبتدي الان ادي غرزة الحاف ثم الخمسة اللي كانوا غرزة الارز بيقيمنهم الان اربعة و اول غرزة عدلة فاذا اكيد رح تقلب الى مقلوبة ادي واحد للخلف اثنين للامام تلاتة للخلف اربعة انتهينا الان اذا ثلاثة المقلوبين الثوابط للامام و بنشتغل واحد اثنين ثلاث غرزات مقلوبة اكتب يا حلوتي ثلاثة مقلوبين الان اثنين عدلين خيطي للخلف واحد اثنين ثم الضفيرة الاربعة الباقين اذا بدي اضفرون بدي اجيب اثنين للامام هي واحد اثنين للامام و اشتغل اثنين اللي ورا هون واحد اثنين ضفيرتنا سهلة لانه هي عبارة عن اربع غرزات لو انتي قادر انك تسحبي الغرزات بدون ما تستخدم مساعد ممكن بس خاف انه يسحبوا منك ونرجعوا واحد اثنين نرجع نشتغلهم اذا هيك ضفرنا اربع غرزات سبق هون اثنين عدلين الان واحدة عدلة واحدة عدلة اذا نضفيرا سبايا يلي هن الاربع اللي ضفرنا هون سبق هون اثنين عدلين ولحق هون واحدة عدلة وهن الاربع هيك صار اثنين واربع ستة واحد ساعة الان في الوسط في عندي الغرزة المقلوبة وهي تاني غرزة رح اشتغل القبلة واللي بعدها مقلوب لانه رح تتسع المسافة في الوسط اذا عندي الآن ثلاثة مقلوبين واحد اثنين ادي ثلاثة نعيد بعد الاربع اللي متغيرين عندي ثلاثة مقلوب ثم اثنين عدلة ثم الضفيرة ثم واحدة عدلة ثم ثلاثة مقلوب خيطنا الخلف ثم سبقها واحدת عدلة اذا كمان هنا عندي واحدة عدلة الآن ضفيرة بس اثنين بيبقوا إلى الخلف واحد اثنين نشتغل اثنين الثانين واحد اثنين وبرجع اكملت الآن الضفيرة ثم اثنين عدلين واحد اثنين ثم تلاتة مقلوب واحد اثنين ثلاثة بقي عندي اربع غرزات اللي هين من غرزات الارز خيطي للخل هون مقلوبة معناها بدي اشتغل عدلي ودي واحد مقلوبة ادي اثنين عدلة ثلاثة مقلوبة اربعة وهذه غرزة الحف انتهى معنا السطر السبعة صغاية ورح ارجع عدلكن يا عندي هون اربعة متحولين يعني غرزة الارز ثم ثلاثة مقلوب اثنين عدلة ثم الضفيرة ثم واحد عدلة ثم ثلاثة مقلوب ثم واحد عدلة ثم الضفيرة ثم اثنين عدلة ثم ثلاثة مقلوب ثم الأربعة المتحولين وانتهت في غرزة الحف ذكرتك لو انتي عم تكتب الآن الى السطر رقم 8 وهو سطر زوجي وهو سطر المقلوب وبشتغل فيه العدلة عدلة والمقلوبة مقلوبة بدون اي تغيير بس بانتباه كتير منيح وين صار في عنا عدلة اهو وين صار مقلوبة انا رح اكمل ونرش قال هنا سطر رقم 8 صغاية بس حبيت فرشيكم كيف المقلوبين اللي بالوسط اهو بتدوا فيه سطر المقلوب يعطوني توسط بالمكان هو توسط بالغرزات عبارة عن عدلة الآن الى السطر رقم 9 سطر رقم 9 ما فيه ضفر لانه نحن ضفرنا السطر السابق اكتبوا ملاحظة جنبو حتى بيسهل عليكم السطر رقم 9 بدون ضفير ادي غرزة الحف هلا في عندي ثلاثة متحولين كانوا 4 لان صاروا 3 وبما انه نحن بدنا نقلوب الغرزة الغرزة قدامي اول واحدة مقلوبة فراح اشتغلها عدلة ادي واحد مقلوبة اتنين عدلة ثلاثة خلاص انتهينا من الحاف او لهمني الغرزات المتحول او غرزة الارز دي صبايا ثلاثة مقلوب مثل العادة واحد اتنين ثلاثة الآن عندي سبعة عدلين خطي للخلف واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وهنا غالبا بيبقوا هنن الملاصقين سبعة غرزات لمنطقة المقلوب بس في مرة رح يكونوا ستة الآن بوسط الشغل الآن بوسط الشغل عندي خمسة مقلوب خطي للأماء لأن كان عندي ثلاثة وبدو ينضف لهم غرزة يمين وغرزة مليسار إذن عندي خمسة مقلوبين واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة تاني صبايا تلاتة متحولين تلاتة مقلوب سبعة عدلة خمسة مقلوب إذن وراها سبعة عدلين غيرتنا للخلف ودي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة دائما بيبقى لصيق فيها المقلوب إذن هذه ثلاثة مقلوب واحد اتنين تلاتة بيبقى عندي ثلاثة المتحولين خيط إلى الخلف يعني غرزة الأرض أنا أضيب المتحولين أدي واحد اتنين تلاتة ودي غزة الحاف وهذا هو قصة الرقم تسعة رح عيد صبايا تلاتة متحولين ثم تلاتة مقلوب ثم سبعة عدلين خمسة مقلوب في الوسط سبعة عدلين تلاتة مقلوب وتلاتة متحولين وغرزة أي الحاف أنا هنا سطر رقم تسعة السطر رقم عشرة بيكون فيه كلهم حسب شكله العدلة عدلة والمقلوبة مقلوبة أنا رح أشتغلونه بشاه أنا هنا سبعة إذن السطر رقم عشرة بتمقتلكم كل غرزة حسب شكله وبلشوا فيبان عليكم تماما الآن بسطر رقم حضع عشرة هو السطر الفردي عنا دافيرة غرزة الحاف بقي عندي هون غرزتين فقط بدون قلب صبايا فإذا اللي كانت عدلة هتبقى مقلوبة واللي مقلوبة هتبقى عدلة انتهوا كانوا ابتدينا بأول سطر بسبعة الآن نحن هلأ فيه اثنين ثم بعد ثلاثة مقلوبة خيط إلى الأمام ورح أشتغل ثلاثة مقلوبة قادي واحد اثنين تلاتة بتذكركم صبايا إنه نحن الآن في السطر رقم 11 هو السطر اللي فيه ضفيرة الآن اثنين عدلين بعد ثلاثة مقلوب خيط إلى الخلف عندي اثنين عدلين واحد اثنين ثم الضفيرة والضفيرة نرمي الثنين الأولى للأمام أدي واحد اثنين ونشوفكم بالأمام واشتغل الثنين اللي بعدها واحد اثنين رجع الغرستين دول واحد اثنين اثنين برجع بكارير صبايا إذن كان عندي اثنين متحولين ثلاثة مقلوب اثنين عدلين ثم ضفرنا بقي الآن عندي غرزة من الضفيرة تابعة إلى هي واحدة يدلل ثم ثلاثة مقلوب واحد اثنين ثلاثة ثاني صبايا ثلاثة مقلوب عقب الضفيرة واحد عدلة عندي ثلاثة مقلوب الآن الغرزة اللي في الوسط دي بدنا نخليها عدلة رح نحض خيطنا لنخل ويكون عندي واحدة ثلاثة رح تتوسط المسافة فإزا وراها بده يكون ثلاثة مقلوب واحد اثنين ثلاثة مقلوب ما قد تكون بكل سطر بيختلف عن السطر اللي قبله فيه كتير تعداد بدنا ناخد بالنا منه اوكي صبايا السطر اللي السابق هون كان في عندي خمسة مقلوب هلأ بما أنه بده يضيف واحدة مقلوب يمين واحدة يسار فإزا رح يصيروا السبعة السبعة دول رح ينقسموا وثلاثة رح يكونوا يمين وثلاثة رح يكونوا يسار ورح يتوسطهم غرزة عدلة مشان تاخدوا بالكم فيها من الخلف إنها بده تكون مقلوبة صبايا الآن بالتناظر عندي رح أبدأ بواحدة عدلة في الضفيرة لأن هون انتهت بواحدة عدلة فبيكون فيه تناظر صبايا ثم إلى الضفيرة والغرستين رح ناخد هون للخلف واحد اثنين ورح أشبكم بالخلف واشتغل الغرستين إدل باقيين من الضفيرة رجع الغرستين اللي شبكناه واحد اثنين ونشتغل هون واحد اثنين هون قبل الضفيرة بتدينا باثنين عدلين إذن هون معناها مننهي الضفيرة باثنين عدلين واحد إثناء ثم مثل العادة تلاتي مقلوب واحد اثنين تلاتي هدل ومحيطين بالضفيرة ثم منقلب الغرستين المتحولين المقلوبة دي هتبقى هدلة والعدلة هتبقى مقلوبة وهذه غرزة حافة هيك منكون انتهينا من سطر رقم 11 يلي فيه ضفيرة صبايا للسطر 12 مثل ما قلناه دائماً بيكون عدلة عدلة والمقلوبة مقلوبة بس حبيت ارجع مرة تانية أذكركم إذا عم تكتبوا عندنا غرزتين متحولين أول شي بتعذروا لي الصوت ويسايمي وتعباني صبايا ولكن غرزة تلبطة أخت من العراق وكان لازم ننفذ الطلب إذن هاي اثنين متحولين ثم ثلاثة مقلوبين بعدين اثنين عدلة ثم ضفيرة ثم واحد عدلة بعدها ثلاثة مقلوب واحدة عدلة في الوسط وثلاثة مقلوب بعد واحدة عدلة والضفيرة بعدها ثلاثة عدلين ثم ثلاثة مقلوب ثم ثلاثة المتحولين وغرزة الحافة نحن الآن في السطر رقم 11 اللي فيه ضفيرة السطر رقم 12 رح نشتغل فيه العدلة عدلة والمقلوبة مقلوبة والسطر القادم إن شاء الله نشوف شو ننعم الآن إلى السطر رقم 13 صغير وبذكركم بما أنه ضفرنا بالسطر السابق الفردي يعني فهذا السطر ما بيكون فيه عنا ضفيرة فبيكون أسهل علينا السطر رقم 13 رح أبتدي بغرزة الحافة بقي عندي هون غرزة بدي أقلبها هي مقلوب بدي أشتغلها عدلة خلاص ما ضل عندي من المتحولات غير الغرزات بعدها رح لف واشتغل ثلاثة مقلوبين أدي واحد اثنين ثلاثة ثلاثة خمسة ستة سبعة غالباً بيبقى السطر اللي ما بنا بمبطفور فيه صبايا بيكونوا العدلين وراء بعضهم سبعة اللي هنن بتوع الضفيرة الآن عندي ثلاثة مقلوب خيطي للأمام ليش بقولكن لا تطلعوا معامهم لأن هي الغرزة شوفوا هون عدلهم مع ذلك مقلوب واحد اثنين ثلاثة الان بصوا صبايا وصلنا لوسط المسافة بطبس ولو انه قطعت مشان فرجيكم انه ليش هادا التحوص صرنا الان احنا بوسط المسافة هون بوسط المسافة كمان بدنا نبتدي نقلب الغرزة حتى تاخد بعيك انه ليش هن العدلة عم بشتغل مقلوب وان مقلوب عدلة احنا الان وصلنا لهاي المسافة اللي نرجع عم نعمل فيها معين او مكعب في وسط الشغل وبردو ده كمان رح نشتغل بغرزة الارس اذا نخيطي للخل هون قدامي غرزة مقلوبة بدي اشتغلها عدلة ثم وراها عدلة رح نشتغلها مقلوبة ثم وراها مقلوبة رح نشتغلها عدلة اذا شفتوا قديش في غرزات جديدة بيدخل على السطر الان انهينا هذا الوسط صبايا رح نشتغل ثلاثة مقلوبين واحد اثنين ثلاثة ثم سبعة عدلين واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة وهذه الغرزة السابعة ثم ثلاثة مقلوبين واحد اثنين ثلاثة ثم بيعندي الغرزة المتغيرة واحدة دي صبايا مقلوبة بيشتغلها عدلة مثل ما اشتغلنا بأول السطر وهذه غرزة حف انهينا السطر رقم ثلاثة عشر شكله اهو سبايا ما تلكون صار في عندي الثلاثة مقلوبين ما عدوا بس بالحرف كمان صار عندي هون كمان فيه ثلاثة مقلوب وثلاثة مقلوب رح يكونوا سابتين معنا وتتوسع منطقة الوسط رح عيد الآن سطر رقم 13 اللي حاف هنا ثم غرزة عدلة ثم ثلاثة مقلوب سبع عدلين ثلاثة مقلوب واحدة عدلة واحدة مقلوب واحدة عدلة اللي هنا في الوسط ثم ثلاثة مقلوب ثم سبع عدلين ثم ثلاثة مقلوب ثم واحدة عدلة ثم غرزة حاف السطر رقم 14 رح يكون سطر زوجي ونشتغل فيه العدلة عدلة والمقلوبة مقلوبة الآن إلى السطر الفردي رقم 15 وبالتالي فيه ضفيرة سبايا إذن نجاوز إبريتنا وبداية السطر أدي غرزة الحافة السطر السابق منذكرين سبايا كان بقي عندي غرزة واحد الآن ما عاد عندي ولا غرزة وإنما رح أدخل مباشرة على الثلاثة مقلوبة إذن خيطي للأمام وانتهى عننا الآن منطقة غرزة الأرض صار عندي ثلاثة مقلوبة واحد اثنين ثلاثة ثاني غير الحافة بيبتدي السطر به ثلاثة مقلوبة خيطي للخلف ومناخد اثنين عدلين أدي واحد اثنين اكتبيها منفضل ثلاثة مقلوبة اثنين عدلين الآن عندي ضفيرة وهذه الضفيرة كثير مميح انتبهون سوايا لأنه بعدها رح يحصل تغيير في السطر القادم ادي واحد وادي اثنين وشبكه الغرستين اللي بعدها واحد اثنين اثنين نرجع الغرستين ونشتغلهم ثم واحدة عدلة اذا اثنين عدلين قبل الضفيرة واحدة عدلة بعدها بالنص عندي الاربعة بتوع الضفيرة هيك مجمعون سبعة غرزات الآن ثلاثة مقلوب اللي يبتدوا يصيروا عنا على الحواف ثوابتين سبايا مثلهم مثل المقلوب اللي كان في الطرق فإذا عندي ثلاثة مقلوب واحد اثنين ثلاثة الآن وصلت للمنطقة هون اللي هي فيها متغيرات مثل ما حكينا كانت بالطرف صارت بالوسط بص كده رح لاقي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هدول رح نقلب فيهم العدلة تصير مقلوبة والمقلوبة عدلة إذا بعد ثلاثة مقلوب رح أخذ خيطي للنخلق دي مقلوبة رح تصير عدلة دي عدلة رح تكون مقلوبة صاروا اثنين دي مقلوبة رح تصير عدلة ادي ثلاثة دي مقلوبة أربعة دي بقت عدلة صاروا خمسة هاي في الوسط صاروا خمسة او سبايا ثم ثلاثة مقلوب السوابت واحد اثنين ثلاثة هشوفوا هي عدلة مع ذلك عم بعملها مقلوبة ثلاثة مقلوبين ثم واحدة عدلة كيف هون الضفيرة دائمة تبعها واحد عدل هنا سباقها واحدة دي الآن الضفيرة وضفيرتنا رح نحتفها للخل واحد اثنين مثل ما قلت لكم برجع بقت صبايا الغرزة مو صعبة ولكن تعدادها واختلاف غرزاتها كتير واحد اثنين رجع الغرزات واحد اثنين هون ابتدينا قبل باثنين عدلين معناها هون الضفيرة وراها اثنين عدلين ادي واحد اثنين ثم ثلاثة مقلوب خلصوا لأنها هي غرزة حافة بالنسبة لي رح اشتغلها مقلوبة انهينا السطر رقمه خمستاشر وبنشة الغرزة تقريبا نتبع الملامحة رح أيدها مرة تانية حافة تلاتة مقلوب اثنين عدلين اربعة من طفرون واحدة عدلة ثلاثة مقلوب ثم بعدين عندي عدلة مقلوبة مقلوبة عدلة مقلوبة هذي مجموعان خمسة ثم ثلاثة مقلوبين ثم واحدة عدلة ثم الضفيرة ثم ثلاثة مقلوب وهذه غرزة حافة أنهينا السطر رقم 15 16 رقم زوجي يجيب المقلوب صبايا نعد لحدها والمقلوبة مقلوبة نلتقي بعد ما بنهي إن شاء الله الآن السطر رقم 17 سطر سهل صبايا لأنه ما في عملية الضفر بس كتير من يأخذوا بالكم لأنه هو سطر فيسا رح يكون بينه وبين السطر القادم السطر الفردي اللي رح نقلب فيه الضفيرة لذلك حطوا أو كتبوا إنه السطر 17 هو السطر فاصل أدي غرزة الحافة وهي ثلاثة مقلوبة واحد اثنين ثلاثة خيطي لنخلف الآن ده من السطور اللي ما رح تلاقوها متكررة إلا مرة واحدة في هذا السطر إنه بدل السبعة يلي بيكونوا مكان الضفيرة الصبايا رح نشتغل ست غرزات هدلي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة بكل مرة كنا نشتغل هون سبعة وهذا السطر من السطور تقريبا غير المتكررة هو رقم 17 نشتغل في ستة عدلي ثم ثلاثة مقلوب ثوابت واحد اثنين ثلاثة الآن المنطقة اللي في الوسط عندي فيها سبعة غرزات واحد واحدة نقلوب اللي بعدها صارت مقلوب أدي اثنين المقلوب اللي بعدها رح تبقى عدلة تلاتة العدلة اللي بعدها بده تصير مقلوبة أربعة اللي بعدها عدلة خمسة اللي بعدها مقلوبة ستة اللي بعدها عدلة سبعة إذن في عندي سبع متحولات في الوسط حتى ما نتخرج أنا عم حاول إنه لقي لكم أي تسمي أو مخرج بحيث أو منسميه ناظم للعمل أو أي رئيسي إنه هاي ثلاثة مقلوبين أهون صبايا بلش يميلوا معي في الوسط هون كنا بوحدة صرنا بثلاثة صرنا بخمسة صرنا بسبعة نتهينا الآن منهم إذن عندي ثلاثة مقلوب آتي خيتي للأمام هاي ثلاثة مقلوب واحد اثنين ثلاثة خيتي للخلف عندي هون عملنا ستة عدلين بإذن هون عندي ستة عدلين كمان واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة بقي عندي ثلاثة مقلوب في الحفة أو بالطرف واحد اثنين ثلاثة غرزة الحفة بتاعتي خلص إذن هذا السطر رقم سبعتاشر صبايا برجع بقول هو سطر مميز سطر بيفصل بين الضفيرة اللي كانت كلمة اللي عم تطلع باتساع الآن بدأ تروح بالاتجاه الثاني هاي أولا ثانيا هو السطر الوحيد المشتغل هون فيه بدل عدلين شغلهم سبعة شغلهم ستة ثم هدول المتحولات بيوصلوا لحدهم الأعظمين لأنه بعدها بدون بل شوية نقصوا يعملوا مكعب ثم الاختلاف كمان بصوا أسوايا اشتغلنا هون ضفيرة اثنين ثلاثة أربعة بهذا الاتجاه الضفيرة القادمة شايفين هاي اللي كنا نحدفها للخلف بدأ تصير هنا ودي كنا نحدفها للأمام بدأ تصير هون يعني بدأ يختلف اتجاه الضفيرة ثاني رح يختلف اتجاه الضفيرة عم ذكرك بهذا الموضوع إنه واحد اثنين ثلاثة أربع مرات السطر القادم اللي بيكون فيه ضفيرة سبايا رح يختلف فيها وضع الضفيرة واتجاهها الآن السطر رقم 18 مشتغل فيه العدلة عدلة والمقلوبة مقلوبة لأنه لو أنت عم تكتبه مثل ما أنا كتبت أنهيت الرقم 17 أو السطر 17 وطمانتاشر اللي هو السطر زوجي ما بنكتبه خلال البترون سبايا أنا هون منبهة كتير منيح أنه عند السطر 19 بيتم قلب الضفيرة يعني لكنا نعم نشتغل اتجاه اليمين تصير اليسار ولليسار بصير لليمين إن شاء الله رح يتم تبفي ذلك عمليا إذن الآن عندنا السطر 19 فيه ضفيرة سبايا غرزة الحاف ثم ثلاثة مقلوبة لاحظوا أننا لسه عم تتكرر معنا ثلاثة مقلوبة هلأ ما غيرنا في الحاف في قادي ثلاثة مقلوبة ثم خيطنا للخلف واحدة عدلة ثم الآن الضفيرة صبايا مثل ما كنا دائما نأخذ هدول للأمام هلأ بالعكس بدي أخذهم للخلف إذن بالضفيرة الأولى رح أخذ الثنين دول كنجيبون للأمام بدي أخذهم للخلف ونشتغل واحد اثنين نرجل الغرستين واحد اثنين ونشتغل الآن رح نشتغل اثنين عدلين بالمسافة هون كنا نشتغل اثنين عدلين الأول ووحدة المفردة بعدين هلأ لا اشتغلنا المفردة قبل اللي هي واحدة عدلة اهي صبايا ثم ضفرنا ثم اثنين عدلين قدي واحد اثنين صارت هيك عندي الضفيرة واحد اثنين ثلاثة واربع ضفرناهم رجعوا سبع الآن ثلاثة مقلوب واحد اثنين ثلاثة شوفوا المقلوب بلش يميل هون وياكل من المنطقة الوسط اللي هدول قلبناهم بالسطر السابق وكانوا سبعة الآن بيقيم منهم خمسة لهن واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة رح نقلب هون يعني رح نغير الغرزة هاي مقلوبة رح اشتغلها عدلة ادي واحد العدلة دي بدي اشتغلها مقلوبة اثنين دي عدلة تلاثة مقلوب اربعة عدلة خمسة خلاص المكعب الآن ابتدى كمان هو يأخذ في التناقص ثم تلاثة مقلوبين واحد اثنين ثلاثة هدول اللي بيكونوا قبل الضفيرة الآن اثنين عدلين بيسبقوا الضفيرة خاطئة للخلف ادي واحد ادي اثنين ثم الضفيرة اللي قلنا غيرت الآن مسارها واخدت مكان الاولى الان بدي حطها للامام هاي واحد اثنين اهو شبكتها بالامام واشتغل اثنين العدلين بقيت الضفيرة ثم ارجع الاثنين تاني في السطر 19 الضفيرة اللي كنا نشتغلها على اليسار صارنا نشتغلها على يمين واللي اشتغلناها على يمين صارت على اليسار من حيث الجهة بقي عندي غرزة واحدة من الضفيرة سبق اثنين لحقة واحد هون سبق واحد لحقة اثنين لأنها متعاكسة الآن بقي عندي ثلاثة مقلوب واحد اثنين ثلاثة برجع بذكرك وهذه غرزة حافة انه سطر 19 وسطر متحول بالنسبة لاتجاه الضفيرة لو نسيتي رح تلاقي انه شغلك اختلف بالتعداد من تحت واحد اثنين ثلاثة اربعة بعد اربعة ضفرات بنشتغل اربعة باتجاه مختلف ذكرك بالسطر مرة تانية يلا سطر 19 عندي ثلاثة مقلوب واحدة عدلة ثم الضفيرة وبعدين اثنين عدلين بعدين ثلاثة مقلوب بعدين عندي خمسة متحولين العدلة فيها بصير مقلوب والمقلوب عدلين ثم ثلاثة مقلوب ثم اثنين عدلين ثم الضفيرة ثم واحدة عدلة ثم ثلاثة مقلوب غرزة الحاف السطر رقم 20 شوفوا حتى الخلف تبعها جميل صبايا اهو بشتغل فيها العدلة عدلة والمقلوب مقلوبة الان الى السطر 21 صبايا ومتن ما قلت لكم بما انه ضفرنا بالسطر السابق فهذا السطر ما فيه ضفيرة اهي الحاف الان رح نبتدي نبني غرزة الارز مرة ثانية اللي كانت سبعة وانتهت واحدة رح الان نبتدي مرة ثانية ناخد واحدة عدلة اهي اذا بعد غرزة الحاف عندي واحدة عدلة ثم ثلاثة مقلوب بدي بلاش المقلوب يدخل بالاتجاه من اليمين الى السار ادي واحد اتنين واأي تلاتة تلاتة مقلوب ثم سبعة عدلين خيطنا للخل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة طبعا بتلف بترجع لسطر المقلوب او لجزء المقلوب تأكل منه ثم ثلاثة مقلوب واحد اتنين ثلاثة ثم عندي ثلاثة اللي في الوسط هون صبايا المتحولين رح ينقلبوا يعني لمقلوبة رح تبقى عدلة والعدلة مقلوبة ولذلك رح يكون عندي الان لفخيطي المقلوبة دي رح نشتغلها عدلة ادي واحد العدلة دي مقلوبة ادي اتنين ثم عدلة صاروا ثلاثة ثلاثة مقلوبة اللي بيكونوا دائما ملاحقين الضفيرة من قبل ومن بعد واحد اتنين ثلاثة الغرزة اللي بقيت هون رح نبتدي ننأسس لغرزة الأرز دي غرزة واحدة هي مقلوبة فإذا أنا رح أشتغلها عدلة رح أشتغلها عدلة مثل ما بتدينا السطر وهذه غرزة حافة أنهية السطر رقم واحد وعشرين شوفوا كيف هون الضفيرة مختلفة رح أعيد السطر واحد وعشرين بعد غرزة الحافة عندي واحدة عدلة ثلاثة مقلوب سبعة عدلين ثلاثة مقلوب بعدين واحدة عدلة واحدة مقلوب واحدة عدلة هدول بالمكعب اللي في الوسط ثم ثلاثة مقلوب سبعة عدلين ثلاثة مقلوب وغرزة عدلة في الأخي ثم غرزة الحافة للسطر 22 سطر المقلوب سطر الزوجي نشتغل فيه العدلة عدلة والمقلوبة معلوبة الآن إلى السطر 23 صبايا هو السطر فيه ضفيرة لذلك جهزنا قبرتنا وغرزة الحافة هون في عندي غرزة أخذناها عدلة من غرزة الأرزة اللي بتخل معها غرزة تانية بلشنا الآن بالتزايد يعني بهذه المنطقة رح يزيد غرزة الأرز كل سطر فإذا العدلة دي رح اشتغلها مقلوبة ودخل كمان غرزة تانية عدلة إذن بنبتدي السطر بعد الحافة بغرزة مقلوبة وغرزة عدلة ثم بعدين ثلاثة مقلوب مثل العادة واحد اثنين ثلاثة ثم واحدة عدلة الآن الضفيرة يلي إلنا صارت جهتها باتجاه الخلف واحد اثنين للخلف واحد اثنين منرجع الغرستين واحد اثنين ثم بعد عندي غرسين عدلين أدي واحد اثنين ثاني نرجع نقول الضفيرة ابتدينا بغرسين هنين الأرز الصبايا واحدة مقلوبة واحدة عدلة ثم ثلاثة مقلوب بعدين واحدة عدلة ضفرنا ثم اثنين عدلة الآن عندي ثلاثة مقلوب في الوسط ملف واحد اثنين ثلاثة يلي دائما بيتبعوا الضفيرة طبعا الآن الغرزات هون اللي كانوا بالوسط صبايا يلي قلنا نحن دائما هكانوا سبعة صاروا خانسة صاروا ثلاثة الآن بدون نصيروا واحدة لذلك رح نقلت والغرزة المقلوبة دي رح نشتغلها عدلة يلي هي تتوسط المكعب تماما اه ثلاثة مقلوب واحدة عدلة ثم ثلاثة مقلوب واحد اثنين ثلاثة خيطنا للخلف اثنين عدلين واحد اثنين ثم الضفيرة غرزتين للأمام ثم نشتغل اثنين ونرجع الغرزتين اللي ننزلنا بقي عندي واحدة عدلة بعد الضفيرة ثم ثلاثة مقلوب واحد اثنين ثلاثة ثلاثة بقي عندي غرزتين بنقلبون مثل ما لنا دي مقلوبة فبتنشغل عدلة ودي عدلة بنشتغلها مقلوبة وهذه غرزة الحف اذا اشتغلنا الآن سطر 23 صبايا هو من السطور اللي فيها ضفيرة مرة ثانية رح ارجع بس ذكرك انه في عندي كانت مقلوبة وعدلة بعد الحف اللي نحن قلبنا فيهم الغرزات ثم ثلاثة مقلوبين ثم واحدة عدلة ثم ضفيرة ثم اتنين عدلين ثلاثة مقلوبين كما واحدة عدلة صارت بالمركز بنص المكع ثلاثة مقلوبين اتنين عدلين قبل الضفيرة ثم الضفيرة يتلوها واحدة عدلة ثم ثلاثة مقلوب ثم اتنتين غرزة الرز اللي واحدة عدلة واحدة مقلوبة وغرزة الحف الآن هذا السطر ورقم 23 سطر 24 من معنا خريطة الغرز الآن صباح للسطر 25 هو سطر ما في ضفر لذلك رح يكون سهل علينا سطر 25 ادي غرزة الحف اهي هون كان عنا اتنين اللي متحول او ارز الآن بتنصير تلاتي لان كل مال عم بيزيد فاذن عندي اولة الغرزة مقلوبة فرح اشتغلها عدلة ادي واحدة اللي بعدها عدلة رح نشتغلها مقلوبة صاروا اثنين ثم بعدها مقلوبة رح نشتغلها عدلة صاروا ثلاثة اذا هاي صار عندي هلأ ثلاثة بمنطقة الغرزات المتحول ثم ثلاثة مقلوب مثل العادة واحد اثنين ثلاثة مقلوبين الآن منطقة الضفيرة السبع عدلين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وهذه سبع الآن نحن صرنا في وسط للشغل صبايا ففي عندي خمسة مقلوبين واحد اثنين لأن في عندي هون اثنين في عندي هيا البلوسط بدأت تنقلي بصارت ثلاثة ادي اربعة وادي خمسة تاني عندي خمسة مقلوب في الوسطة بعد الضفيرة عندي خمسة مقلوب في الوسطة ثم بنرجع ثم بنرجع لي السبع عدلين بتوع الضفيرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع ثم ثلاثة مقلوب دائما اللي بقوا ملحقين بالضفيرة هذه ثلاثة مقلوب ثم عندي ثلاثة غرزات متحولة هون مقلوبة فبتبقى عدلة العدلة هتبقى مقلوبة المقلوبة هتبقى عدلة إذن عدلة المقلوب عدلة غرزة الحاف انتهى معنا السطر خمسة وعشرين صدايا سهل كتير مع في ضفير الضفيرة برشة تتميل شوفوا كيف باتجاه الداخل رح كررها عندي ثلاثة متحولين ثم ثلاثة مقلوب ثم سبع عدلة للضفيرة ثم باللوسط عندي خمسة مقلوب ثم السبعة للضفيرة ثم ثلاثة مقلوب دائما متلحق الضفيرة ثم عندي ثلاثة متحولين وغرزة تلحق في سطر رقم ستة وعشرين كل مرة عم نكرر نفس الكلام صدايا انه هو سطر سلبي يعني فيه العدل عدلة والمقلوبة مقلوبة كتير وضحت بالنسبة لكم اهو صدايا الشكل تماما الان صفيرة حفة عندي هون كانت ثلاثة غرزات متحولين بليدخلوا الغرزة كمان ويقلوا بالغرزات كانت عدلة بدي يبتدي بمقلوبة ادي واحد عدلة اثنين مقلوبة ثلاثة عدلة صاروا اربع شوفوا كيف الشكل صار يبان صدايا كانت غرزة والان تتسع ثم ثلاثة مقلوب مثل العادي واحد اثنين ثلاثة ثم واحدة عدلة ببداية الضفيرة دائما بالقسم الثاني من الضفيرة بتبتدي بواحد وتنديه باثنين وبفلوسط ومنضفر واحدة عدلة الآن منضفر وضفيرتنا الى الخلف واحد اثنين ونشمو واحد اثنين ونرجع غرزاتنا نشتغلون بنفس ترتيبهم تماما ثم اثنين عدلين مثل العادي بعد الضفيرة واحد اثنين الآن نحن في الوسط في عندي ثلاثة مقلوب واحد اثنين ثلاثة خيطنا خيطنا للخلف اثنين عدلين بيسبقوا الضفيرة التالية الآن الضفيرة مثل العادي واحد اثنين للأمام ضرب لقد اعتذر لكم صبايا كمية الأصوات والقطع التي حدثت في الفيديو كثير اليوم في الصوات خارج الشقة الآن غرزتين عدلين ونرجع الغرزتين التي شبكنا هم واحد اثنين حتى صوت يرح يليها واحدة عدلة ثم ثلاثة مقلوب واحد اثنين ثلاثة بيجي عندي الأربع غرزات المتحولين دول صبايا متل ما بتدوا بأول السطر العدلة منعملها مقلوبة والمقلوبة عدلة قدي مقلوبة فإذا نشتغلها عدلة بعدها مقلوب الآن عدلة مقلوب صاروا أربعة وهذه غرزة الحافة شوفوا الضفيرة كيف صارت أهم صبايا أتميل باتجاه الداخل رح عدلك ياها مرة تانية عندي أربع غرزات متحولين نحن الآن في السطر 27 عندي أربع غرزات متحولة يعني المقلوبة من اللي بقى نساوي عدلة والعدلة مقلوبة ثم ثلاثة مقلوب ثم واحدة عدلة ثم الضفيرة ثم اتنين عدلة هدول كلهم بيكونوا من أصل الضفيرة سبايا ثم بالوسط بيبقى فيه ثلاثة مقلوب بعد اتنين عدلين والضفيرة وواحدة عدلة بعد ثلاثة مقلوب بعد اربعة متحولين وغرزة الحافة السطر 28 ونكرر نفس الكلام العدل عدلة والمقلوبة مقلوبة الآن السطر 29 صبايا السطر ما فيش شغل ضفيرة يعني ما أنا محتاجين فيه لعنصر ومساعد رح نبتدي الآن عندي بعد غرزة الحافة في عندي خمس غرزات متحولة كانوا أربعة رح يصيروا خمسة والآن برجع بكرر نحن في السطر 29 غرزة حافة الآن هاي المقلوبة بدي غيرها بساوي عدلة ادي واحد مقلوبة اتنين عدلة تلاتة مقلوبة اربعة عدلة خمسة صاروا خمسة الآن تلاتة مقلوب الثوابت اللي عنا واحد اتنين ودي تلاتة بما أنه ما في ضفيرة ففي عندي عدد غرزات الضفيرة سبعة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة ودي سبعة الثلاثة المقلوبين هون اللي كانوا اللي بيق منهم غرزة واحدة واحدة مقلوبة مرة تانية من قرار السبعة بتوع الثفيرة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة ودي سبعة ثم تلاتة مقلوب واحد اتنين تلاتة ثم خمسة متغيرين بيبدأوا بغرزة عدلة واحد مقلوبة اتنين عدلة تلاتة مقلوبة اربعة عدلة خمسة وهذه غرزة الحافي وهذا هو السطر 29 رح عدلكم يا صبايا مشان اللي عم تكتوب غرزة حافي نحن بسطر 29 اذي غرزة حافي عندي خمسة متحولين بغرزة الارز تلاتة مقلوبين سبعة عدلين واحدة مقلوب سبعة عدلين تلاتة مقلوب ثم خمسة متحولين بغرزة الحافي مثل العادة السطر 30 سطر الزوجي وحسب شكل الغرزة الآن إلى السطر 31 هو السطر الأخير في التشكيل طبعا يعني السطر الأخير من السطور الفردية بعدها لأنه بعد ما بنشتغل الـ 32 هو السطر الزوجي بنرجع بنشتغل من رقم واحد سطر 31 سبايا غرزة الحافي الخمسة المتحولين بديدخل عليهم غرزة بصيروا ستة والغرزة العدلة رح تبقى مقلوبة والمقلوبة عدلة لذلك رح نبتدي بغرزة مقلوبة أدي واحدة عدلة اتنين مقلوبة ثلاثة عدلة أربعة مقلوبة خمسة والعدلة الأخيرة ستة الآن ثلاثة مقلوب مثل العادة واحد اتنين ثلاثة واحدة عدلة دائما بتبدأ فيها الضفيرة الآن بدنا نضفر اتنين دول للخل واحد اتنين نرجع غرزة مشكلتها الغرزة سبايا اذا غرزة واحدة بدل المقلوب تعملوها عدل او عدل مقلوب كل السطر بتكونت في الكون بعد الضفيرة بعد الضفيرة عندي تلاتة عدلين واحد اتنين تلاتة وهي من السطور المميزة لان نكون عم نقفل فيها التكعي بصبايا اذا بعد الضفيرة في عندي تلاتة عدلين ثم امتدي بالضفيرة اللي بعدها غرزتين للامام واحد اتنين واحد اتنين رجع الغرزة او بالاحرق الغرزتين واحد اتنين كلمالة الضفيرة لاحظوا عماء بتقترب من الضفيرة ثم واحدة عدلة ثم تلاتة مقلوب واحد اتنين تلاتة ثم تلاتة مقلوب واحد اتنين تلاتة ثم تلاتة ثم تلاتة ثم ست غرزات متحولة بتبتدي بواحدة عدلة واحد مقلوبة اتنين عدلة تلاتة مقلوبة اربعة خمسة تنتهي بمقلوبة ستة وهذه غرزة حافة هيك بيكون انتهى معنا السطر واحد وثلاثين والسطر الاخير في التشكيل الضفاير فيها التقت فيها سبايقه ما عد في عنا حتى غرزات مقلوب بين الضفيرة رجعنا للعدلة طبعا السطر اتنين وثلاثين رح نشتغل فيه العدلة والمقلوبة مقلوبة هو بيكون السطر الاخير نرجع بعدين للسطر رقم واحد نبتدي من رقم واحد شوف هون مونتة هنا بستة سبايا لما بتدينا التقسيم اقتلكم بتديناها بسبعة عدلين فإذا السطر القادم رح يكون سبعة بتكونوا عم تشتغلوا معناها السطر رقم واحد الآن عندي واحد اتنين ثلاثة اربعة اربعة ضفرات انهينا هون فإذا السطر القادم اللي رح يكون فردي رح نرجع للضفيرة التالية يعني نرجع اتجاه الضفيرة رح نصير نحدف للأمام ودي نحدفها للخلف وهكذا منظل من كره لحتى ينتهى معنا البلوفر بتمنى اكون وضحت لكم الفيديو مؤكد بدي يكون طويل صبايا لأنه كان لابد من الشغل معكم غرزة بغرزة ان شاء الله ما كنت طولت عليكم ان شاء الله كان من نسبة لكم كل شيء واضح رح عيد السطر الاخير يمكن نسيت عيده يلي هو إلنا سطر واحد وثلاثين في عندي ستة متحولين ثلاثة مقلوب واحدة عدلة والضفيرة ثم ثلاثة عدلة في الوسط ثم الضفيرة ثم واحدة عدلة ثم ثلاثة مقلوب ثم ستة متحولين وغرزة الحافة بتمنى اكون افدتكن صبايا اللي طلبوا مني بشدة هاي الغرزة وبصراحة كنت عم بهرب منها لأنها طويلة وتفاصيلة كتيرة يسرها رب العالمين ان شاء الله يا رب رمضان مبارك للجميع كل عام انتم خير نلتقي ان شاء الله في وديوهات مقبلة نلتقي بس سطر كأنه النسياني أطفر شوفوا كيف اختلفت معكم بدكم طروا تفكوا صبايا خليكم كتير مركزين وانتو عم تشتغلوا هالغرزة البترون لو انت عضوة بقروب كشكوية بس من شاء الله بنزلكم البترون على القروب وصورة الترجمة اللي أنا عملتها يمكن تستفادوا منها وان شاء الله نلتقي في فيديوهات مكبلة استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته